لا تتعجب حينما تجد نسل الصحابة في إفريقيا فقد تفرقوا في البلاد يدعون إلى الله وينشرون العلم ومنهم الشيخ حماد بن محمد الأنصاري الخزراجي السعدي نسبة إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة ولد سنة 1343 للهجرة في بلدة يقال لها تاد مكة في مالي بإفريقيا حفظ القرآن في طفولته ونشأ عند عمه الملقب بالبحر لساعة علمه ودقة فهمه فأتقن علم الحديث وعلوم الآلة كالمصطلح واللغة والأدب ثم خرج مهاجرا إلى الحجاز وأخذ العلم عن مشايخ الحرم كحامد الفقي وحسن المشاط ومحمد أمين الحلبي ثم أذن له بالتدريس في الحرم المكي ثم انتقل رحمه الله إلى المدينة المنورة ودرس على علمائها كمحمد بن تركي ومحمد الخيال وغيرهما قام بالتدريس في الجامعة الإسلامية وكان يوضح لطلابه العقيدة الصحيحة أحسن توضيح وكان يحثهم على نشر عقيدة أهل السنة وعلى تعلمها وتعليمها وكانت مكتبته عامرة بالمراجع الكثيرة في شتى فنون الشريعة فكان العلماء وطلاب العلم يقصدونها للاستفادة منها وكان الشيخ يساعدهم ويذاكر معهم قال عنه الشيخ عبد الله البسام عرفت الشيخ حمادا بقوة معلوماته عن علم الحديث حيث كان ضليعا فيه وقد ترك الشيخ رحمه الله إرثا عظيما من المؤلفات في فنون مختلفة فمنها الأجوبة الوفية عن أسئلة الألفية وأبو الحسن الأشعري وعقيدته وسبيل الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن الرشد توفي الشيخ فجر يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من جماد الآخرة عام 1418 للهجرة رحمه الله وأجزل له المثوبة